السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لوصفات العيد هنعمل النهاردة البتفور بس علشان ينجح معانا لازم تبقى المقادير مضبوطة ولازم الزبدة تكون برده طلعة من التلاجة والبيض بدرجة حرارة الغرفة هو بيتعمل بصفار البيض ولازم المكان اللي نعمله فيه يكون بارد اما قاعدين في مكان فيه تكييف او العجينة نحطها في التلاج لان العجينة بتلين مننا بتبقى طرية جدا بتسيح شايفين طالع معانا مضبوط طبعا لانه معمول في البيت وبمقادير مضبوطة وحاجة نظيفة وطعم روعة هنشوف المقادير مع بعض معيه 3 كبات دقيق فاخر طبعا نخلته وعليه رشة ملح دي الكباية اللي انا بعير بيها نفس الكباية اللي هعير بيها السكر 3 كبات دقيق وعليهم زرة ملح حوالي ربع معلقة صغيرة ومعايا كباية اللي ربع سكر مطحون لازم يا حبايبي السكر يكون بودرة مطحون ناعم ومعايا كباية ونص زبدة برده محطوطة من 4 ل 5 ساعات في التلاجة ومعايا 3 صفار بيض ومعايا نص معلقة فانيليا سيبة أو عادي ممكن تحطوا بكوين من الصغيرين ومعايا معلقتين كاكاو صغيرين علشان نشكل العجينة أنا طبعا نخلتي الدقيق لازم الدقيق يتنخل هنحط الكباية ونص زبدة البرده اللي أنا لسه مطلعة من التلاجة مع كباية اللي ربع سكر مطحون وهنضربهم بالمضرب أو بالمضرب السلك يعني عادي بس أنا هفضل أضرب فيها لغاية ما تعمل فم عالي ولون هيفتح معايا لازم السكر والزبدة يتضربوا كويس أهم حاجة أهم خطوة بالطريقة دي وهنزل بالبيض بالتدريج واحدة واحدة دول تلات صفار بيض تلاتة صفار بيض هنزل واحدة واحدة كده وإيه واضرب وانزل بمعلاقة فانيليا بالطريقة دي كده بسم الله حبيبي لازم تجربوا البوتيفور في البيت حاجة تانية خالص غير اللي بيتبع أنضف وأطعم وحاجة موفرة جدا موفر جدا نزلت كده بآخر صفار بيضة بطريقة دي شايفين لونه فتح ازاي وعمل فم عالي وهنزل بقى ايه بالدقيق بالتدريج اللي عليه زرة ملح هنزل عليه بالدقيق كده بالتدريج وممكن استغنى عن مضرب البدة خالص هو مهمته كده انتهت وهبدأ ألم العجينة بأدية بسم الله بالشكل اللي هورهولكو دلوقتي بس أنضف المضرب وهلمها بأدية اهو بالمنظر دا كده وممكن تحطوها في التلاجة انا قلتلكو الجو حر اليومين دول وعشان عليها زبتة بتبقى سايبة شوي فانا هحطها في التلاجة وهرجع ايه؟ اشتغل بها تاني منظرها اهو بعد ما طلعت من التلاجة جبت المكنة اللي ايه؟ مكنة البوتوفور وبحط فيها او قرطاص عادي لو حابين تحطوا في القرطاص الحلواني وتغيروا البلبلة تعملوا كذا شكل عادي بأي حاجة تريحوا دا شكلها بعد ما طلعت من التلاجة لازم يا حبيبي تتحط في التلاجة تتحط في التلاجة شوي وبالمنظر دا كده قطعتها وانا قلتلكوا اللي عايز يعملها بكيس حلواني عادي بما كان اي حاجة موجودة عندك متوفرة عندك طلع معايا بصدبط 3 صواني وده معلقتين الكاكاو حطتهم على حتة عجينة وقلبتهم بس ولا اكتر ولا اقل هطلعها بقى من التلاجة انا حطتها برضو في التلاجة وحطها في رفة اوسط على درجة حرارة 180 ربع ساعة بالزبط بيكون خلص معايا وده الشكل اللي بالماكينة ده الورد اللي طالع بالماكينة اي شكل انتو حابين وعملوه كله شغال يعني في صنية في الفرن وصنيتين هم طلعوا انا بولع الفرن من تحت بس يا حبيبي ما بنولعش من الجناب او من الشواية من تحت بس على درجة حرارة 180 رفة اوسط بيقعد معايا ربع ساعة بالزبط شايفين يعني بصوا طالع بيرفكت مفوش ولا ربع غلطة انا بقى الطعم مش هاللكو افضل متجاهز هو افضل متجاهز مليون مره دي حكت الزواء ممكن دي شوكولاتة سودا وشوكولاتة بيضة سايحة مسايحها ودي شوكولاتة فورماسيلا وجوزة الهند ممكن تطحنوا في اصدق اي نوع مكسرات انتو حابينه انا بختار الاثنين اللي شبه بعض وهاطبقهم كده على بعض ازاي ما انتو شايفين هحط بقى في النص اما شوكولاتة سودا او شوكولاتة بيضة وممكن مربة يعني في ناس بتفضل مربة ممكن اي نوع مربة تحطوه بالشكل ده كده وتلزقوهم على بعض واحطوهم برضو في الشوكولاتة كده حتة كده منهم بالمنظر اللي انتو شايفينه ده وفي جزء الهند هحط او في الشوكولاتة الفورماسيل زي ما انتو حابين هنعمل كده شكل كده مع بعض حبايبي لازم تجربوا البوتوفور في البيت يعني بصوا انا مش هقولوكو انضف اوفر هو الازب كتير من اللي بيتباع جاهز دي شوكولاتة بيضة وبرده حط الطبقتين على بعض ونزلهم في الشوكولاتة واحطوهم بقى في اي نوع لو في مكسرات كمان مطحونة عادي بنحطوهم في المكسرات دي الشوكولاتة الفورماسيل بالطريقة دي حبايبي لو عجبكو بالمنظر ده كده وقى دي اللي عملنا بالكاكاو مع علاقتين كاكاو صغيرين حططوهم على حتة عجينة صغيرة برضو وبمنتهى السهولة حاجات يعني ما بتاخدش اي وقت ولا اي غلبة وبتطلع برفكت ومظبوطة بس اهم حاجة المكان اللي تعجنوا فيه كن مكان بارد او في التكيف او تعطوا العجينة في التلاج حبايبي لو عجبكو الفيديو لايك وبالطريقة الحلوة دي دي بقى هغرقها كلها شوكولاتة للناس اللي بتحب الشوكولاتة اهي وبردو وهحطها على طبقة تانية والزقهم في بعض واي نوع بقى فوزده ده عين جمل اي نوع مكسرة تحبنها وده ملبا احمر واللي انا حطته على في النص كده وبمعلقة برضو فيها حبة شوكولاتة كده وايه نعمل خط رفيع كده انتو تقدروا تعملوا حاجات افضل من كده رسومات احلى من كده انا بعمل علاقات دي كده اهو بالمنظر الجميل ده بسم الله ما شاء الله يعني بصوا حاجة روعة 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 بسم الله ما شاء الله عليه حبيبي لو عجبكو الفيديو لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا